جبال مقدسة في العصر الحجري القديم الأعلى المؤتمر العالمي التاسع عشر للاتحاد الدولي لعلوم ما قبل التاريخ والعصور القديمة شكرا على الفرصة اللي منحتوني باش نقدم الجبال مقدسة في عصر الحجري القديم الأعلى في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لعلوم ما قبل التاريخ والعصور القديمة هدل عام سميتي بيرني تايلور البحث ديالي كيستكشف الجوذور العميقة للقدرة الإبداعية للبشر نينشفنا كيفاش وصلنا رؤية الكون هذا الشي بفضل دراسة فن الكهوف في العصر الحجري القديم الأعلى في هذا العرض التقديمي نرجع بالزمن الظور لأقدم الفنون الصخرية الأوروبية بس نكتشف الروابط مع الجبل المقدسة في كل من القاراتين الأوروبية والإفريقية الجبل إفريست الهيمالايا الجبل المقدس أو كوني حيث أغلب يدي البشر يعتقدوا أن تفاعلهم مع الإله الظاهرة عالمية ممكن تسافروا عبر العالم والقواب حلد المعتقد في أي بلاصة في هالجبال كينين بزاف دي الأمثلة الموثوقة لك تشمل جبل إفريست الجبل لكي اعتقدوا الناس أنه مسكن آلهة تبتي بوذية جبل أولورو أستراليا وجبل أولورو في أستراليا لكي تعتبر مكان مقدس للأرواح القديمة من طرف الشعوب الأصلية الإقليمية جبل موسى مصر تلقى موسى الوصاية العشر على جبل سيناء لطالما كان جبل مقدس مكان للاتصال بالإله في التقليد الإبراهيمي عطيت الموسى الوصاية العشر على جبل سيناء كي اعتقدوا أنه جبل موسى في مصر الجبل تبقال جبل الأطلس الكبير بالمغرب أطلس يحمل السماء أطلس فارنير القرن الثاني الميلادي في الأسطورة اليونانية رفعت تيتان أطلس السماء على جبل كيحمل نفس الإسم بحيث حولوا البطل بريسوس الحجر وخضعوا هيرقل الجبار اليوم هذا الجبل متواجد في جبل الأطلس الكبير بالمغرب كي تعتبر أيضا من أعلى الجبل في غرب جمال إفريقيا كي تسمى جبل تبقال وصف المؤلف الفينيقي سانشون ياثو اللي عاش حوالي 1200 قبل الميلاد بأنه شقيق الزمن لصافر الجزء الغربي من إفريقيا بحيث سقر على جبل عالي كيدعم السماء بشيكرس نفسه دراسة علم الفلك جبل تبقال جبل الأطلس الكبير بالمغرب أطلس يحمل السماء أطلس فارنر القرن الثاني الميلادي في الأسطورة اليونانية رفع تيتان أطلس السماء على جبل كيحمل نفس الإسم بحيث حولوا البطل بريسوس الحجر وخضعوا هيرقل الجبار اليوم هاد الجبل متواجد في جبل أطلس الكبير بالمغرب كيت تعتبر أيضا من أعلى الجبل في غرب شمال إفريقيا كيتسمى جبل تبقال وصف المؤلف الفينيقي صانشون ياثو اللي عاش حوالي 1200 قبل الميلاد أطلس هو شقيق الزمن اللي صافر الجزء الغربي من إفريقيا بحيث تستقر على جبل عالي كيدعم السموات بشيكرس نفسه لدراسة علم الفلك جبل بروس جبل القوقاز أوروبا روسيا جبل بروسو وأعلى وأبرز قمم جبل القوقاز في روسيا وأوروبا في الأساطير اليونانية هذه هي البلاصة اللي تنفيها تقيد تيتان بريميثوس بشكل مأساوي بسبب العصيان دياله كان واحد النسر عملاق يلتهم كبد هاد الخائن الآليها يوميا حتى تطلق هيرقل الجبار صراح دياله ممكن الإنسان يشوف كيفاش بسهولة تقدر تولي السيمة الجيولوجيا على جبل بروس بباريدوليا بشعطي انطباع بوجود نسر وأساس جغرافي الأسطورة ممكن نسافروا في جميع أنحاء العالم ونعتروا على جبل مقدسة المستمدة من العلو ديالهم أو من بريدوليا المسقطة على الأساطير نقش جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة خليونا نسافروا دابا بعمق الزمان بش نفحصوا العلاقات الجبلية المقدسة من خلال بريدوليا اللي بفضلها كتصدهر في الصورة نقش في كهف جورهام في جبل طارق كيرجع التاريخ دياله إلى ما يقارب من 36000 عام اللي كنسميه النقش جورهام ربما تقدر تكون شفتي سابقا هاد الصورة ليسموها الناس باسم الفن التجريدي للإنسان البدائي تم اكتشاف كهف جورهام في العصر الحديث في مطلع القرن الماضي عود علماء الآثار عثروا على هاد النقش اللي متواجد بالقرب من مدخل الكهف بالصدفة في عام 2012 وكان نسدزوا من القرب منه الأكثر من 100 عام جبل مولاي الحسن إسبانيا نقش جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة كتشبه الخطوط تقاطع في نقش جورهام كتسمى هاشتاك إلى حد بعيد المنظر الشمالي الغربي الجبل مولاي الحسن هو أعلى جبل في جبل جزيرة الإيبيرية لماشي من كهف جورهام إلى جبل مولاي الحسن إسبانيا كتصغرق الرحلة الحالية بين كهف جورهام ومولهاص حوالي أسبوع نقش جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة في الصورة كيت تاضح أن نقش جورهام تم تصغيره باليادين ممكن تستخدموها لقياس الحجم دياله يمكن لمر يشوف المشط من ناحية الأسفل نقش جورهام مقابل جبل مولاي الحسن كين على وجه جبل مولاي الحسن صورة رأس حيصان كما كتشوفه تعرف عليه فدنان نقش في جورهام لاحظ أنه ما كيش رأوس خيول في مولاي الحسن هذه هي باريدوريا أسست بعض الفنون المبتكرة في العقل البشري بحل باريدوريا وتمنقلها الوسائل المادية باش يكون كتسمى دابا بالفن فرص جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة الفن نلقى حيصان آخر في الصور على جبل مولاي الحسن نقلوه نقش جورهام كما كتلاحظو فرص نقش جورهام هو اكتشاف أثري مهم بالسف على الرغم من أن هذا ماشي مجرد الفن تجريدي للإنسان البدائي بطل جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة كين راجل كي جذي محدد من الأفق وخطوط عمودية غادي نشر لكم هاد العرض التقديمي على الصفحة الويب الخاصة بي على بفوروروريون دوت كوم دخلوه تشوفو كين بزاف شخصيات نقش جورهام أخرى دخلوك تشفوها أيضا فارس جورهام كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة كيتتضح في الصورة أن الراجل كيتأقلم مع الحصان باش يصبح فارس أو ربما يولي واحد من الحصان في تجربة شبيهها بشامانيا بطل جورهام والكلب كهف جورهام جبل طارق قبل 36000 سنة البطل جورهام كي ياخد رجل الأمامية ماشي عادية كي رفق زوج من الكلاب المتداخلة كونيات فنان كهف جورهام شكل النجمة للكلب المقدمة هي في المكان الصحيح للنجم اللامي سيريوس في كوكبة كانس ماجهور بالنسبة للرجل اللي كيجري وهو أوريون دك الزمان والماكان تم تأسيس الأبراج وبطل جورهام مع الكلاب دياله أيضا في بارادون جبل كاستيلو كانتابريا إسبانيا كان واصل الرحلة ديالنا الكنتابريا في شمال إسبانيا لإستكشاف كهف الكاستيلو في جبل كي يحمل نفس الاسم 10 أنتار معرض الأقراص كهف الكاستيلو كانتابريا 33000 قبل الميلاد اللي حكي بالغطول ديالها 10 مترو كتسمى معرض الأقراص أكثر من 80 قرص حمر في المتوسط بحجم راح تيد ديك تم تأريخ ديالهم في كل القرص إلى ما يرقل عن 43000 عام تم استكشاف كاف الكاستيلو الأول مرة من خلال عصر الحديث في عام 1903 المعلم والمتدرب قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا فهذه اللوحة كالقوم معلم نموذجي ومتدرب شوف العيون الواسعة المهتمة للمتدرب وشوف كيف يشك هذا المعلم في إدنه واقلا بغي يقول لنا بزاف ديال الحاجات على عقل الفنان العصر الحجاري القديم الأعلى والجبل المقدسة بغيت نشير هنا المصالح لكي أدل تحديد هات شخصيات وهذيك اللي بدأ في معرض الأقراص كيت توازى بشكل واثيق مع إعادة اكتشاف نقش غورهم جوج من الفيال الإفريقية أذان وجو الظوح متطابقة كاف الكاستيلو إسبانيا قبل 34000 عام كينت مفيل كيشرب الماء من بيركا والآخر مع جدامور شافع واقي لكي ما كتشوفه ضغر راسك شوية وغتشوف أنه من نفس الفيل اللي شكله الفنان من نفس الأذن والجاذع المكاك البرباري قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا كان صادفه قرد برباري وموطن دياله الأصلي هو جبل الأطلس المغربية وسود قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا كتبان لابو أكت الحس أسد الزرافات قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا الزرافة الأم الصغير ديالها كيحدد بشكل قاطع هاد القسم اللوحة باسم إفريقيا تمساح غرب إفريقيا قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا كين تمساح مسننك بالغطول دياله حوالي 15 مترو دب الأم الأسباب قبل 34000 عام كاف الكاستيلو إسبانيا دب كتراقب الصغير دياله ومطلع الشجرة الأمام جبل تبقى المغرب كاف الكاستيلو إسبانيا تمساح أسد الدبابة فيل القرد القرد البربري معرض الأقراص ممكن لنا نعود ونرجع ونزور جبل تبقى في جبل الأطلس الكبير في المغرب بهذه المعلومات الجديدة بحيث أننا نقلقى على الوجه الجنوبي الغربي أصول باريدوليا للشخصيات الموجودة في معرض الأقراص في الجزء العلوي من اللوحة والجبل كين تمساح متواجد على الإستردية المشاهد شكل ديال كتلا القهى الفنان ميلة في الصخور بحل البوءة وعموديا بحل القرد البربري في الوسط كين الأسد وفي المنتصف كين الفيل واحد من المسارات ديال تسلق قيمة الجبل تبقى الحالية هو عبر الفيل وفوق الرأس معرض الأقراص جبل تبقى فنان معرض الأقراص صورها التكويل الجيولوجي الغريب المظهر من جبل تبقى لحظ أن هاتشخصية ما كينش في مملكة الحيوان هذه هي باريدوريا على الجبل والفن الخيالي في معرض الأقراص 349 ساعة 30 يوم 1700 كم المشي والسباحة من إيل كاستيلو إلى جبل تبقى كان الاتصال بفنان العصر الحجري القديم الأعلى قابل باش يتحقق جسديا كما هو الحال اليوم كالصغرق المشي والسباحة من كهف إيل كاستيلو في إسبانيا الجبل تبقى في غرب إفريقيا حوالي 30 يوم التنساح الدبابة الأسد الفيل القرد البربري شخصيات المصورة موجهة بشكل مباشر إلى لوحة الكهف ممكن لقوهات شخصيات بحلب باريدوريا في سماء الليل وأيضا في الزمان والماكن تنساح هو كوكبة دراكو إيرتاماجر والأسد هو الليو عيون القرد البربري هي النجوم كاستر وباريكس في كوكبة الجوزع راس وجدع أنياب الفيل هي تاريس أند أوريغا بالدل إغرق القدماء الفيل دول أنياب ثور مقرن كينين بزيف دي العروض التقديمية لعلم الفلك الأثري على الصفحة الويب الخاصة بيها بفاروريان دات كوم بحيث أنني كنكتشف أصول الحصر الحجري القديم الأعلى لهذا الأبراج وغيرها من الأبراج اللي بقتلينا من خلال الصفر اليوناني جبل توبقال جبل أطلس الكبير المغرب أطلس أطلس يحمل السماء السماء أطلس فارنير بقرن الثاني الميلادي هو اللي كرجع بنا المؤلف الفنيقي سانشو نياثو اللي كتب عن أطلس بأنه شقيق الزمن اللي كرس نفسه الدراسة علم الفلك على الجبل الكوني اللي سميناه اليوم جبل توبقال وأيضا في الأسطورة اليونانية حيث تحول لنا تيتان أطلس الحجر من طرف البطل بريسوس اللي يخدعوه الرق العظيم باش يحمل السماء اللي لأباد على قمة مقدسة كتحمل سميتو في نفس الزمان والماك اللي كانت فيه الأرض والسماء حاجة وحدة جبل مولاي الحسن إسبانيا جبل توبقال المغرب كهف جورهم جبل طارق كهف الكاستيلو إسبانيا باختصار، لقينا أنه يمكن لنا نلقى تسجيلات مبكرة لهذا الاحتفالات الجبلية العالية المقدسة في كهف الكاستيلو في كانتابريا بإسبانيا كتخزن لوحات الموجودة في هاد الكهوف تصور من صنع الإنسان كتشبه لحد بعيد سيمة الجيولوجيا على جوجة الجبل المرتفعة في منطقة إيبيريا الكبرى أو ربما خصنا نقوله منطقة تمال إفريقيا الغربية الكبرى كالتعم هاد الفرد هي اللي كتقول بأن الشعوب في العصور القديمة وكل أنحاء العالم اليوم عندها صلة مشاركة تقاليد العصر الحجاري القديم الأعلى اللي كيتعلق بجبل العالية باعتبارها مقدسة كما القينا في هاد الرحلة عبر الزمان والمكان إلى عقل العصر الحجاري القديم الأعلى اللي ما زال عندنا شكراً مرة أخرى حيتاش عطيتوني الفرصة باش نهضر في المؤتمر هاد العام ممكن تلقاوا بزاف ديال أعمال ديالي في هاد المواقع أنا دائماً موجود باش نعاون في المشاريع ونقدم الخدمة ديالي افتراضياً للمجامع والجماهير الأكاديمية غادي يتم تسجيل مسبق لهذا العرض التقديمي على صفحة الويب الخاصة بيه